والان تحل ذكر وفاة عظيم السيرة وطيب الذكر الاستاذ الكابتن محمود مختار تيتش نشوف هذا التقرير عنه اللي كانت قناة الاهلي ازعته من قبل محمود مختار رفاعي والشهير بمختار تيتش كابتن منتخب مصر لكرة القدم واحد اهم لاعب النادي الاهلي المصري والذي ولد في التاسع والعشرين من سبتمبر عام الف وتسعمائة وخمسة بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة شارك تيتش هو في الثامنة عشر من عمره مع فريق مدرسة محمد علي الابتدائية وكان اصغر لاعبها جسما وسنا ولكنه كان اكثرهم مهارة انتقل بعدها الى مدرسة السعيدية وبعد ان انهى دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق وحصل على البكالوريا وانضم الكابتن محمود مختار الشهير بالتيتش للفريق الاول بالنادي الاهلي في عام ثلاثة وعشرين حيث اكتشفه النادي الاهلي وضمه الى فريقه حتى اعتزل الكرة عام الف وتسعمائة واربعين يرجع لقب مختار بالتيتش الى اللورد لويد المندوب السامي البريطاني في مصر انذاك وكلمة التيتش تطلق على لاعب السرك الصغير الحجم السريع الحركة الذي يبهر المشاهدين بحركاته وقفزاته ومرونته تولى مختار التيتش قيادة المنتخب المصري طوال عشر سنوات من العطاء قضى بها المنتخب المصري للفوز بالمركز الرابع في دورة امستردام الاولمبية عام ثمانية وعشرين لدرجة انه اختير انذاك ضمن منتخب العالم لقرة القدم ومن بين اعظم اربعة مهاجمين في العالم وفي سياق المهام الوطنية للنادي الاهلي سافر فريق النادي الاهلي عام 1943 الى فلسطين تلبية لدعوة الاندية الفلسطينية لتعزيز موقفها في مواجهة الاندية الصهيونية وقتها رفض اتحاد الكرة الذي كان يترأسه محمد حيدر باشا سافر بعثة الاهلي الى فلسطين بضغط من السلطات البريطانية الا ان مختار تيتش جمع فريق الاهلي وصافر بصورة غير رسمية ليلبي دعوة بالمخالفة لقرار اتحاد الكرة الامر الذي ترتب عليه شط بفريق النادي الاهلي كله وحرمانه من المشاركة في النشاط المحلي واهمه كأس مصر قرر مختار تيتش اعتزال كرة القدم هو في اوج مجده عام 1940 وحاول الكثيرين من الرياضيين والصحفيين والمشاهير اثنائه عن قراره ولكنه فضل ان تبقى ذكره وهو في افضل حالته وحين اعلن مختار تيتش اعتزاله كتب الناقض الرياضي القدير محمد شميس تحت عنوان جناية مختار تيتش على مصر بعد اعتزال تيتش لعب كرة القدم لم يبتعد عن الرياضة فقد عمل مدربا لفريق الكرة بالنادي الاهلي ثم سكرتيرا للعبة ومراقبا للالعاب في النادي ونائبا في مجلس الدولة وفي عام 1965 وحيل محمود مختار الى المعاش فمنحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الرياضة من الدرجة الاولى اعترافا بفضله على الرياضة المصرية وقد ظل مختار تيتش وفيا لناديه الى اخر لحظة في حياته وتوفي مختار تيتش في الحادي والعشرين من فبراير عام 1965 وقد اطلق اسم مختار تيتش على ملعب النادي الاهلي بالجزيرة ككريما لذكراءه ودوره في رفع مستوى كرة القدم والرياضة في مصر والنادي الاهلي ليبقى مختار تيتش حدوتة شامخة من حوادية القلعة الحمراء انتم متخيلين ان اهم رموز النادي الاهلي الفاوندر او الذي اسسه عمر نطفي ما كانش يعني يوما ما الرئيس النادي ولا عنده مناصب الرسمية الخطيرة جوه النادي والتيتش صاحب اوراعي او نشافة اللي هي استوعبت كل قيم مبادر النادي اللي قاله عشان يضخها للاجيال اللي بعدها ويصبح صالح سليم هو يعني التلميذ اللي نجيب له انجب التلميذ وحمل بمصداقية وامانة كل هذه الرسالة الى الاجيال التي تلاته والتي تحملها حتى الان بهذا الشغف وهذه المصداقية هذه الامانة والحرص وده اللي مخلي النادي الاهلي مختلف امثال هؤلاء العظام التيتش يا جماعة يعني احد المكونات الرئيسية في عقيدة او في ترسيخ عقيدة النادي الاهلي الراجل ده لعيده مجلس داره لحاجة بعدين يكرم يكرم ان هو ياخد وسام الرياضة من الدرجة الاولى ان الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن رئيسا الاتحاد المصري لم يكن يوما عدوا بمجلس داره النادي الاهلي لم يكن وزيرا للرياضة كان وكيل وزاره ولكن كان الاكثر الهاما وحضورا وتأثيرا وتوجدا وتصدرا للمشهد الرياضي بما يمثله واحد من ابرز مهاجم العالم في المتخب العالم الرابع او من ضمن اربعة مهاجمين على مستوى العالم ورغم كده كان كثير يعني كل اللي تذكر عليه اهم من كونه لاعبا هاما ما يجسده في مجال القدوة الادارية اللي ما كانش بيطلع يعني قرارات بقدر ما كان بيولهم الناس مرة كابتن حلمة عبو المعاطر رحمة الله عليه وكسبانين السكة الحديث ستة واحد خارجين قابلنا مختار التش يقولوا مختار بايه وبتاع بيعملوا كده قال له فرحان يا اخوية عاوي ما انتو داخل فيك وجون ما جبتنش عشرة ليه حلم يا الله يكون لا الله يكون في حول السكة الحديث ما كانش بيئي يعني بس كان يرى ان الاهل يستطيع ان يفعل ويفعل 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 الطموح الكبير اوي ده هو اللي كان القطرة اللي بينجور النادي الان وانا حكيت لك قبل كده محبي يوسف الشاب العاية اللي كان اللي عبكوا رهاية فماشي وحطت بلوفر اصفر على كدفه كده في الخمسينات فقابله وانا كنت معدي جنبه بصير خده قال له لبسيلي العصفر اخوية والله ما انت نافع كان يعني ما يفوتش ما يفوتش حاجة عايش كل حاجة بالمزورة بالمصطرة كما يراها وكان بغي ان تكون بعد كده انت بقيت تشوف اللي يزوغ شعره فتقول نفس الكلام متغيرات العصر دلوقتي تعمل دل حسان انت حر تلبس لي بانطلوم مقطع انت حر واخد بالك فانما في النادي الاقلي ما بتشوفش النموذج ده كتير بتجد لعبته لها نصق ف ذكرى هائلة نحتفل بيها مع حبيبنا احمد الشيخ المشجع الكبير اللي يبقى احنا سابقا استضافنا مادام ناديا ومادام ماجدة تيتش دول ما لهم دول بدات الكابتن الكبير مختار تيتش الحياة يعني نسعدونا في لقاء مرة هنا في ملك وكتابة في ذكرى الاستاذ وانا ليه بقول لكم الاستاذ لانه تقريبا ده الحارس الامين على تقاليد النادي الاهل عبر الاصور لما بنتكلم على حد يا جماعة توفي من سبعة وخمسين سنة ومع هذا الاسر بتاعه مازال موجود كابتن صالح سليم توفعه الله من عشرين سنة ومواقفه موجودة والنادي الاهلي باستمرار مصطرة واحدة او تراكم المواقف بتاعته خلته يملك دستور متعرف عليه لا يملك احد طرف الخروج عنه بالضبط دستور متراكم من المواقف يجي يتصرف لا الاهلي ما يتصرفش كده انا بقول لكم كابتن حسن الحمد ربنا يدينه الصحة وطولة العمر كتير في الاجتماعات لما كانوا بتضطرح حاجة يسكت كده وقول لك بس الاهلي ما يعملش كده ما يعملش كده هو بيقول دي مش من فروق هو شافها من الكابتن صالح اللي تعلمها من الكابتن التيش وكابتن حسن علمها لكابتن خطيب مش كده لما سيف زاهر شاف اللقطة في كاس العالم هي لقطة لكل العالم كابتن حسن ومعها الكابتن خطيب هو ده توالي الأجيال وتناقل المواقف وإلا ما كانش الأهلي هيفضل بالقيمة المؤثرة في مجتمعه وفي محيطه لغاية النهاردة هذا الاحترام الكبير للقيم اتتش ظهر من الأصل عشان حسن حجازة توقف لذلك أنا بصوا للمبك نفسه لما بقول لولادنا وشبابنا اللي معصروش هذه الأمور حبوا الأهلي كما وجدتموه مش زي ما انتم عايزين تتحولوه لأنه ده الحفاظ الوحيد على الأهلي بيقيمه ورسوخه وقوته قوته مش في الكلام اللي بتقال قوته في العقيدة المتجزرة إن الأهلي ما يقبلش غير الصح الأهلي عايز يمشي صح الأهلي يتعامل بلا تعالي عند النصر ولا ينكسر عند الهزيمة يتعلم ويقف تاني وتالت فمش إحنا اللي حنقعد نجلد ونحفل لذلك أنا ليه بقول لكم ما تحفلوش لأن أنا لما أكون كسبانا استمتع بفوزي مش هدايل قدامي الرياضة لم تجعل إلا من أجل إنها تبقى مصدر للسعادة وفخر وبناء الشخصية السليمة إنك حتى لما تتعامل مع المهزوم تتعامل بشموخ ورفق وتقوله هارد لك تعبتني بس أنا ما قدرش أنا تعودت على المكسب عايز تقولها أقولها ولما مش عايز تقولها يكون أحسن كمان ترفق بمشاعر لقدامك واكسب باحترامك يوم هو كمان يترفق بيك ويكسب باحترامك إنما بقى هنحفل على بعض ده لوح حتة التانية مش من الرياضة مش إحنا روح وقعد في حتة التانية ليه مكانها وليه ناسها مش للأهلوية لذلك ما تزعلوش مني يا شبابنا لما بنطلب منكم حاجات هي صعبة صعبة ما تعودش تقول بقى الكيوتو بتاعو الناس تدي لك لفظين ثلاثة لضرب فأوقف الأهل حسين حجاز اللي غضب وانتقل إلى النادي الآخر فظهر التيتش واتها نادي الزمالك عشان يظهر التيتش من رحم هذه المعاناة أو هذه الأزمة يظهر الكابتن محمود مختار التيتش هذا القطب الأهلاوي العظيم حارس قيم وتقاليد النادي الأهلي وأستاذ المايستروه صالح سليم شكرا